موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسلككم في الطباع منقه الهجوم على العمالقة الفصل 117 قبل الحرب وقبل كل شيء لأن منقه العمالقة الشهرية فلازم نقول ذا الإعلان وعندما يجي الإعلان الجاي ما في فائدة فات الأفنت رابع أيام معيد الفطر المبارك حفل جيم نيشن أريبيا النسخة الثانية من جيم نيشن في الأحساب راح يكون إن شاء الله في أرض المعارض لمدة ست أيام كاملة ابتداء من رابع أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله منكم متوجدين معكم في الحفل كل يوم في قناة EI Show راح يكون في مشاهير راح يكون في فقرات على الستيج راح يكون إبداع لا تفوتون فرصة الحضور للكوسبلايرز جاهز نفسكم إن شاء الله في بطولة إن شاء الله في أشياء قوية لا تفوتون فرصة المشاركة في هذا الحفل المرة راح يكون في قاعة مغلقة تكييف كل شيء أوكي مرة راح يكون في الجبل القارة يعني مكان مفتوح لها مكان مغلق مكيف إن شاء الله الأمور كلها طيبة تعالوا خاشوفكم في هذا الإفنت بإذن الله راح يكون شيء أسطوري أنا متفألة طبعا أعتذر على الصوت شوي طالع من وعكها صحية ولسه صاهم فاعتذر منكم وغير طبعا بحث صوتي إنه أريدي في اللايف ريكشن انطباع المفاشر حق هذا الفصل صارخت لما شق صوتي صراحي اللي ما شاف الاطباع المفاشر يدخل على قناتنا لايف ريكشن راح تلقى لانطباع موجود هناك فصل 117 صارخت للايف ريكشن كان حماس مطبيعي قصير صج لأن الفصل كان كل اكشن زي ما انتو عارفين بدون حالك طبعا لان محرقنا فا حين لازم عادي نعكد على جمهور انيمي لوجم على مالقة الانيمي يوصل لحداث ملعة سكر الفيديو الآن افضلك وخلونا نبدأ مرحب مرحب يا هلال أهلا 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 اعجبوا على الزنزانة اللي موجود فيها ميكاسا أرمن كوني جان وطبعا أهل ساشا الجدار اللي فوقهم كان يهتز وينزل منه تراب يعني لان القتال كان يصير على سطح المبنى فطبيعي انهم في الزنزانة اللي فيها بدت طوف طوف قوة الضربات الوفجارات الاصطدام اللي صاير بين غيلارد و ايرن فكوني في حالة مرتعبة جدا يقول وش اللي قاعد يصير فرد على طول أرمن الذكي والعبقري لقد بدأ القتال العمالقة بدأوا بالتحرك وجاب المشهد على بيكسيس وبرضه مع فالكو وكل اللي شربين من النبيذ اللي فيه النخاع الشوكي الخاص بيزيكي موجودين في نفس المبنى وعندهم نفس الهتزازات بس في زنزانة مختلفة بعيدة عن زنزانة ارمن وكوني وساشا وجاعي طبعا في الصفحة اللي بعدها على طول جابوا خمس مناطيد كبيرة والريدي الخمس مناطيد بدأوا باسقاط المظليين اللي هم جنود الميرلي بدأوا يهبطون بالبرشوت وينزون وينتشرون في المدينة كلها ولكن من باب التذكير اللي ينسى المبنى اللي قاعدين تقتلون فيه حاليا ارن وغيلارد وبايك العملاق العربة وكل اللي قاعد يصير هذا المبنى اللي في السيزن الاول اللي تذكرون جاوا عندهم ميكسا وارمن واوا وسووا ريفل كانوا يعبون التانك حقهم وكان فيها عمالقة حتى داخل المبنى وعمالقة برا المبنى محصري المبنى يعني المفروض المبنى ذا تذكرونه كويس ولاحظ انهم اعادوا بناءها من جديد بعد ما تحطموا تدمر بسبب هجوم العمالقة او ارن يوم انه يضرب من قبل في السيزن الاول ارن كان يفقع وجه العمالقة عند المبنى ويعني حصره صراحة المقاول ذاك من رئيس الشركة اللي تعقدوا يعني كان غاضب قبل كم فصل اعادوا بناء المدينة بالكامل كل المبانى اللي فيها كل البيوتى تم اعاد بناها من اجل ان تدمر في هذه المعركة من جديد الصورة اللي بعدها جابوا لانها على الجنود المري اللي قاعدين هبطوهم كل واحد منهم ماسك معه بندقية سنايبر فعنا كنت اقول ليش بنادق سنايبر في الريف ريكشن بيتوضح بيتم الاجابة بعد السؤال بس بعدها القوا مدفع ضخم جدا كبير يعني انصدمت منه يعني شايفت شكل كان مغطى بالكامل عشان ما تعرفوا شقه ألقوا بالبراشوت برضه من فوق المنطاد وعليه براشوت كده فتحوا مظلة فعلى طول يهبط كده بهدوه ما يهبط ويتكسر لا يهبط بس طوف كده على العرب رجع المشهد عند ايرن اللي تحول تحول كامل قاعد يشوف المشهد كله قدامه غيلارد واقف في وجهه بينه بين بايك وقابي بايك وقابي خلف غيلارد قاعد يحميهم غيلارد عشان ايرن ما يهجم عليهم ويقتلهم بايك طبعا تسمي غيلارد بس المستعار بروكو كده تنادي بروكو فعلى طول رفعت يد وقت بروكو زي ما توقعت في انطباع الفصل اللي طاف ان المفروض بروكو من هنا صابيع حادة جدا يقص السلسلة ويفكر الرابط اللي صاير بين غابي و بايك بحيث ان بايك تقدر تتحول بدون لا تأثر على غابي انا ما ادري صراحة يعني يوم غيلارد او بروكو يقص يد بايك هو يعني السلسلة هنا بدال ما يقص السلسلة قصيتها انا ما ادري هو اخطأ في التصويب بصبعة مثلا هو متعمد غلظة بانه نادته بالاسم المستعار واللي يقولها لدتيني فيه ليش او يابي سهل عليها عملية التحول يعني ها يلا قصيت يدش طب يتحولي على طول ما ادري صراحة واحد مثلات خيارات خيار الافضل والثالث ان يابي يسرع عملية التحول خصوصا انها بايك كانت مادة يده مستعدة يعني تكون تقول يلا قص قص كذا طبعا هنا بايك قاعدة تصرخ يدها انقصت يا جماعة يدها انقصت فعلى طول وهي تصرخ قفزت من فوق المبنى وقابي خايفة مبعرفش تسوي واول ما قفزت جابوا لك الفلاش يطلب انها تحولت الى عملاك طبعا هذا عشان تتحول الى عملاك لازم تجرح يدك تقص يدك تقص رجلك تمطعن وتفر اي جرح في جسمك اي مكان يطلع منك دم مع عزيمة التحول بوف تتحول على طول طبعا العضو اللى انت فقدت رح يتجدد وانت داخل جسم العملاء وفي نفس اللحظة جيلرد اللى كان واقف في مجهة ايرن قفز الى البرج او المنصة اللى خلف ايرن وتمسك فيها وجاء وكأنه ناوي يضرب ايرن يعني قاعد يهوش على ايرن كأنه يخوف ان انا جاي بضربك بشقك ايرن على طول خذ وضعية الدفاع صلى بيده حط عليها التصلب القوي هذا المعدن القوي عشان خلاص بيفقع وجه لانا قيلرد الفك دا عنده زي الدرع هنا في واجه فهو يبي يفقع يطير واجه عشان يوصل الارقبته ويشيل على طول وعندما جاءت اللكمة في وجه قيلرد خلاص قيلرد بوف انه العملاق الفك قفز الى الخلف بعد عن المبنى فكانت الحركة دي تهويزة تخويفة يوقف فيها العملاق المهاجم اللى ايرن عن انه يهجم على بايك عشان سيعطي فرصة لبايك تتحول تصعد الى المبنى مرة ثانية لانه طبت بره تحولت بره بعيد عن قابي عشان ما تقتل قابي ايرن اساس الرباطها بقابي اساس قولها لو بتحولت بتقتلين قابي انت جيت بتقضينها ان حاولت التحولين بتقتلينها ترى انت مربوطة معهم سلسلة فمقصت يدها طبت وخرت عنها تحولت رجعت تسلقت المبنى بسرعة بمهيئة العملاق العربة اللى هزيل تشل بالله يكرمكم وصلت له القمة في تحت ثامها على طول قابي يركبت داخل ثامها سكرت عليها التسكيرة بسيطة بدلة تقتلها يعني بس تقدر تحافظ عليها وانقزت وانحاشت من المبنى ف غيلرد انحاش في ذا الاتجاه بايك انحاشت في ذا الاتجاه واخروا عن المبنى واخروا عن ايرن فحتى يوم ان هنا ايرن التفت على بايك يبي قتلها كانوا توقع نبتها جمع الاذا شافاها انحاشت لانها مو مستعدين للقتال معها الحين وميبون يستدرجونها خطة ذكية وعبقرية مستعدين لها للمحاولة الاولى ان احنا نأكلها على طول ما انضبطت ما انقدر يأكل الرجولة وتحول تحول كامل انحاش انقذ قابي وانحاش وخر عنه هنا بدأ ايرن يطالع في السماء وبدأ يشوف المظلين قاعدين يهبطون اكثر واكثر وهالمدفع قاعد ينزل والمناطيج جاية وقاعد يقول مستحيل لماذا ميرلي قاعدين يهجمون هجوم مفاجئ مثل هذا على الرغم من قلة المعلومات اللي عندهم عن وضعنا يعني ما عندهم معلومات كافية عنه شون يهجمون مثل الهجوم المباغت المباشر السريع الرد السريع الينا اللي شغلها الشاغل وهمها المهم جدا محافظة على ايرن حتى لقاءه بزيكي بدأت تصرخ ايرن هل تسمعني طبعا فوق المبنى اريدي كانت عنده السطح يوم جابه قابي قال اللي هاين مكان قابل حتى قالت تحتك على مكان ايرن وقيلر طلع من تحت وعلى طول ادخلت المناطق فالينا خايفة حين خايفة جدا على ايرن فقاعد تقول ارجوك اخرج من العملاق اللي انت في طلع من هنا وانزل معانا لين تحت المبنى واستخدم قدرة العملاق المطرقة خلن نهرب في السراديب من تحت الارض يعني قدرة العملاق المطرقة يقدر يفتح ممرات تحت الارض يقدر ينحشون كلهم انت الظروف ضدك الاعداد ضدك هم جايين بخطة جايين بخبس مناطيط جايبين جنود جايبين عمالقة ثلاثة عندهم طبعا العملاق المدرع العملاق الفك العملاق العربة ثلاث عمالقة انت عملاق واحد صج في جسمك ثلاث عمالقة بس انت عملاق واحد زيكي مش موجود عرب ماسجون نستخدمى انه في الكريستالة ما عندنا عمالقة ما في الا انت ارن يطالع فيها بضعة ثواني وكان نفكر في الموضوع بعده على طول يدوس برجلة يدمر جزم المبنى ويقفز ويتعلق في السور ووواهههههههههههههههههههههههههههه равноق ويطب وينزل برا المبنى الى الشارع اى الساحة وينطلع فيهم بعيد ارن يعني من صدمة مم صدقة تصرف اللي هو قاعد يسويه وهو يمشي في الساحة أرن يمشي في الساحة كذا يتمشي بكل هدوط طوف طوف في هيئة العملاق وبعينه عين واحدة يا أخي والله عينه كانت مرعبة في ذا الفصل أرن كان مرعب مرعب بكل ما تعني الكلمة عينه كذا مثل عين الجني يا أخي قاعد يطالع بشكل عالي كذا ويطالع في السماء واحد من البراشوت اللي قاعد ينزون قدامها رينر وشوفه يقول برينكتون جب هاتي ما لديك يا رينر تعال تعال دميقة لي doomed جاوم المشهد المشرع بشكل نظارات يطالع عيونه انه كان هابط ويادها مشقوقه وعلى طب في السورة اللي بعد نور كذا تحولوه في الهواء قبل ان يصل الأرض وهبط في الأرض بحيئة العملاق المدررات كذا على طول وإظن يتصاعد من الدخان وغاضب جدا يقول هذي غلطتك أن ORآ لسى كذلك انت الذي اقنعت قيادة الجيش المر يمتقى من بذل هذه الخطوة الغبية يعني هذه الخطوة الحجوم المفهاجة غبي وانت السبب انت اللي اقلعتم بهذا الهجوم الينا والفرقة اللي معها كلهم قاموا يعرقون ونصبوا خلاص ارتاعهم شافوا العملاق المدرع قدامنا عملاقين وحي الأذى الثالث طالع قدامنا غير طبعا المناطيد غير الجنود اللي نزلوا بالبراشوت كل واحد منه عنده بندقية قناص كل واحد كذا الوضع ما يطمن فعلى طول الينا قامت تصرخ حركوا كل القوات اللي عندنا كل الجنود اللي عندنا احموا ارن مهما كلف الامر بدأ الجنود يركضون خصوصا فرقة الاستطلاع على المستجدين اللي منضمين وهي قاعد يتساءل داخلنا فسا ارن لماذا هنا بنوقف الانطباعة شوين نتساءل فعلا ارن لماذا لماذا قاعد يخاطر بحياتي ليش منفذ اوامر الينا ونحاش معها لتحت الارض في تفسيرين اثنين يعني هم الاكثر منطقية اتمنى اذا في تفسيرات اكثر تجوني في البث يوم الاثنين هذا طبعا ما توقع انا طبعا بانزل اليوم انا قاعد يصور يوم الاثنين بس توقع انا بيزل ليمثل هذا ما يبدينا خلص منتاج حقا فاذا ما امدى في يوم الاثنين هذا عندكم الاثنين القادم تعالوا لي ايضا في البث وقلوا لي نظرياتكم اذا عندكم غير هالنظريتين النظرية الاولى تقول ارن خائف على رفاقة اللي موجودين داخل المبنى ميكسا ارمن جان كوني ويبي يحميهم لو هو انحاش المرى ذي اللي بيهجمون على المبنى على طول انهم يظنون داخل المبنى بيقتلوا الرفاقة بكل بساطة الموضوع بسيط يعني الخيار الثاني انه كان غاضب مشاعر الغضب عنده زي ما شفناه هنا عند اوقات يتكلم انت الغبي يجب اللي عندك هو اوم هايت يعني واثق من قوته وغاضب جدا على رينر اللي خلاه يهجم يعني اش جابك هنا اش جابك تهجم على دولتي مرة ثانية ما تأدم بعد اللي سيطلك يا و جاي ترد الديم بعد انا ربيك فهذه الخيارين الوحدين وقاعد يكون مزيج بين الاثنين يعني انه غاضب ويبي يحمي وقاعد يكون لا بس غاضب وقاعد يكون بس يبي يحمي ما نهديه صراحة وبهذه اللحظة خرج العملاق المدرع والدخان يطلع مجزو واررين واررين قاعد يطالع ليه عدد قدمته وفوع وينطلق ارين عليه اصطدام قتال المرة الرابعة يا شباب أنا أخطأت في اللايف ريكشن قلت ثلاث مرات هذا القتال للمرة الرابعة اللي مضيع نحسبها مع بعض على السريع أول قتال كان بين العملاق المهاجم والعملاق المدرع على سور سينة اللي كانوا يطبوا إيرين تحت وقدر إيرين يثابته ويكسر قبته وكان بيقتله لو لا تدخل برتلتو القتال الثاني كان في مقاطعة شيغانشي اللي قاعد نشوفه حاليا في الإنمي إيرين تقاتل مع رينيرف في نفس المكان هذا في مقاطعة شيغانشي القتال الثالث كان في مدينة ليبرو اللي مدينتك أنت يا رينير يوم هاجم إيرين عليه ومجلدة إيرين جلد رينير هناك لما قال بس بالأخير قال له يلا يلا ما بميك شيء مش وخلاي ولي وهذا هو القتال الرابع الحين أربع مرات يتقتلون يا جماعة أربع مرات تذكروا هذه النقطة بس طبعا ما وروننا شيء اللي صار لحظة الاستدامة ولكن وروننا بايك وهي شايلة في ذمها قابي وقابي قاد تقول رينير وهي تصرخ وتقول لقد أتى من أجلنا مم صدق أن رينير جاء فزع لهم طبعا بايك جاء عند مكان زي المبنى المبنى البيوت اللي كذا كانت متكسرة والجنود وقفين فوق البيوت وبرشوت كبير طائح وقعد يقول لها بايك أوفرهير تعال هنا يا بايك أن الشي اللي طاح المدفع اللي طاح من المنطاد طاح هنا فبايك جاء للمكان اللي طاح فيه المدفع طبعا طبعا توقعت أن العربة الكبيرة اللي تشير على ضغرها ويركبون الجنود فيه وبدأ يطلقون رشاشاء أول ما وصلت بايكين افتحت نزلت قابي قابي أول ما طاحت في الأرض استقبلها على طول مقاثا اللي هو القائد دولة الميرلي القائد العسكري لدولة الميرلي خذها على طول ضمها قابي مصدوم ومم صدق تقول كومندر مقاثا مم صدق أن جاء وضمها يعني هنا على طول رجع الهيئة العسكرية وقال لها اللعنة يا براون ما نعمرك بأنك تقتحمينها ما كان العدو تصرين لأن هنا طبعا براون لانا يسمها قابي براون نفس اسم رينر رينر براون نفس عائلته فعلى طول قالت أنا آسفة كذا متردد وخايفة وما كان فيصرخ عليها ما يحاجرش بتخدين قرارات قوية وكبيرة ازا كذا من نفسش لازم بتخدين أوامر منها في هذه اللحظة على طول دخل كولت اللي هو أخو فالكو الكبير اللي كان المبروض أنه بيارث العملاق المتوحشة والعملاق القرد من زيكي زيكي كان يدربه ويشرب على تدريبه بالكامل وكان حتى يلعبوا يا لعبة البيسبل عساس يدرب على الرمي يعني فأول مواصل قابي وهنا قابي تقول أأكلت ويسأل على طول وين أخو يفالكو فعلى طول تأشر قابي تقول هو لا يزال بداخل ذلك المبنى زي ما قلت لكم مبنى الكبير اللي في الجزء الأول رمعنا راه يعبون فيه استوانات الغاز اللي كان مكان القتال مع العمالقة وهنا عطت الحقيقة الصادمة المرة هو شرب جزء من نخاع زيكي الشوكي ولهذا سبب هم قفلين عليه مع شلة ثانية زيهم وداخل المبنى هنا قلت خلاص قام يصب على رقل ناني أخوي خلاص يعني أخوه راح يعني لو جزيك يصرخ فالكو باي باي يتحول العملاق على طول هنا على طول جابوا لك بايك بدت تشيل الغطاء اللي كان على الجهازة والمدفع والعربة اللي المرة تركبها على ظهرها لو في نفس الوقت تتكلم طبعا أنا ما كنت أعرف أن العملاق العربة تقدر تتكلم ما أدري ليش ما انتبهت لها في المانقا ولكن دوها ظهرت في حلقة الإنمي اللي انزلت أمس بايك فعلا تتكلم ويوجدت عند الصور وكانت تتكلم بصوت خافض غريب جدا زي الله كان يكون صوت الكلب كانت تتكلم مع زيكي فعين جاي عند ما قفها وقعد تقول له تقرير شلي جمعتها من معلومات طول وقت تتسلل حقها لأنها تسللت وتخلط لين داخل القصر ولين داخل المبنى وحطت المسدس على راس إرين فقعد تعطيه كل المعلومات تقول فالكو محتجز مع الثلاثمائة جندي ثلاثمائة جندي كلهم شربهم نسأل النخاء الشوكي حق زيكي يعني لو وصل زيكي يقدر يحول ثلاثمائة جندي إلى ثلاثمائة عمالق صغار يقدر يتحكم فيهم يأمرهم زي ما يبي وتكمل كلامة تقول حاليا يوجد أكثر من خمسمائة جندي من جنود العدو تقصد فرقة الاستطلاع أو معنا صح كل الفرقة الثانية التصريح المناصرين لحزب ييقر إرين وزيكي اللي مناصرين هم موجود منهم حاليا خمسمائة جندي موزعين ما بين فرقة الاستطلاع شرطة سرية شرطة عسكرية واتفر كلهم وأنهت التقرير بخبر مهم جدا زيكي حاليا غير موجود هنا هذا الشيء يعني من صالحنا هذا الشيء الوحيد لي من صالحنا ما قفى هنا يقول احنا جئنا هنا بسبب قرار رينر المجلون أن زيكي عندهم القدرة بالتحكم أو معنا صح إرين عند القدرة بالتحكم بقدرة العملاق المؤسس افتراض من رينر هل هذا الشيء صحيح؟ بدأت هنا طبعا بايك ويتتكلم يوم تشيل بيدينها الشيء اللي رموه من المنطات وتحطها على ظهرات طين كذلك وقاعدة تحملك العربة وترد لا تزال ترد على ما قفى وتقول لا أنا لا أعرف ذا الشيء ماني متأكدة منه ولكن أنا متأكدة أن قوة العملاق المؤسس هي الورقة الرابحة اللي مخبينها في جيبهم يعني اللي رح يطلعونها في آخر لحظة قدرة العملاق المؤسس وأظن أن الإجابة المنطقية لأنهم ما استخدموا الورقة الرابحة حتى الآن لأن إرين إلى الآن لم يستطع استخدام قدرة العملاق المؤسس لسبب ما ما تدعي شنو السبب فهنا علق ماذا فهل في سبب أو طريق أو شرط لاستخدام القدرة هذه وما يدرون نشر الشرط إلى الآن ما يعرفون شنو السر وفي هذه اللحظة قابل اللي جابهم بشينغ ولعت في راسة لمبة تذكرت مشهد شافتها واسمعتها يوم كانت في المنطاد لحظة اللي جابوها دخلوها للغرفة اللي داخل جنب زيكي وإرين وليفاي وقالوا حق إرين أن ساشا نطلق عليه رصاصة بسبة هذه الغبية أن قابي طلقت رصاصة على ساشا وساشا بين حياة والموت واسمعت الحوار والكلام اللي دار بين ليفاي وزيكي وإرين في ذاك الوقت في ذاك الوقت صدمت أن زيكي خايم وعلى طول قابي ما وفرت لحظة أعطيتهم المعلومة المهمة والمفتاح الرئيسي لحل اللغز كله زيكي بنفسها قال على المنطاد الآن نحن نملك العملاق المؤسس ونملك عملاق ذو دماء ملكية معا تقول لهم أنا سمعت زيكي يقول ذا الكلمات وإحنا في المنطاد فكولتين يسأل قابي يقول ماذا يعني ذا الكلام؟ هل هذا يعني أن زيكي ذو دماء ملكية؟ قالت قابي ما أدري هل هذا الشيء صحيح؟ أنا ما أدري أنا بس قاعد أتسأل أنا سمعت ذا الكلام أنتو شرايكم؟ فهنا ما قطع يفكر يقول والله لو فكرت فيها أمه وابوه وكانوا يقودون حركة عادة أحياء ألدية فلربما يعني ممكن وترد بايكي تقول قاد هذا الشيء برضي يفسر القدرات الغريبة العجيبة اللي عنده النخاع الشوكي حقا اللي يخليه قدير يتحكم بالعمالك أو يأمرهم يعني تاهم بدوا يربطون الأمور هذا الشيء أنا قد وضحت أكثر مرة من قبل زيكي مخفي عنهم حقيقة أنه يمتلك دماء ملكية مخفي عنهم أنه أمه من دماء ملكية فتكمل بايكي الذكية جدا تقول إذا كان غياب زيكي واللي منعهم من استخدام قدرة العملاق المؤسس حتى الآن هذا يعني أنه لابد وبأي طريقة كانت نمنع زيكي يقترب من إرن لا تخلوهم يقربوا بعض تخلوهم ينبسوا بعض ولمسوا بعض رحنا فيها وهذا الشيء يبين لكم عرفوا السر عرفوا الخطة كلها بسبب هذا كله نقابي كانت موجودة في المنطهد وقت اللي زيكي يتكلم وقال ذلكلمة ربطوا كل الخيوط مع بعض وفي هذه اللحظة برام برام انفجرات القتال إرن مع رينر قاعد يتفجر فعلى طول قابي كوماندر ما قفى رينر قاعد قال لا أولا رتبتي جنرال أنا حين جنرال مش كوماندر أنا مش قائد أنا جنرال ويكمل كلام يقول درع ميرلي لن يتحطم بهذه السؤال يقصد عن رينر رينر هو درع ميرلي بعدين عاد صياغة كلامه من جديد وقال لا لحظة هو لم يعد مجرد درع لحماية ميرلي بل مستقبل وقدر العالم كله يقع على عاتقنا الآن على كتوفنا الآن وقابي تقول جنرال تسمح كلام جبار نحن لن نسمح بهذه المشكلة وهذه المعضلة تستمر في الاستمرار أكثر من كذا بعد الآن يجب أن نقتل العملاق المؤسس اليوم والحين وراح ننهي المعاناها اللي دامت لأكثر من مئة سنة يقصد المعاناها والمصيبة اللي صايرت في جزيرة البراديس مع الدولة الميرلي والعراك والصراع والكراهية والحقد الدائم لمدة مئة سنة وأكثر طبعا هذه اللحظة أظهروا أخيرا العربة اللي على ظهر بايك واللي تحولت من كونه عربة إلى مدفعية صاروخية بوف شيء كذا ممتد إلى الأمام شيء مبطبيعي في لها أربع وست قواعد كذا من الجب ملكة توقع أن الجنود بيتعلقون فيها طبعا ما كذا كان يتسلق السلم وكان معها جنود فوق بس أول كان يستخدمه لكرا الشاشات هالمره المدفعية بوف كذا وهذه اللحظة الرجع الماشهد إلى إيرن ورينر اللي قاموا تقتلهم بسط المدينة ويدمرون المبالي اللي عادوا بلاها أخيرا شيء هالشيء مقدر لها الدمار رينر قاعد يدفع إيرن يدفعه وإيرن ماسكي كذا حطه يد على وجهه وقاعد يدفه ورينر يدفع كذا ويجيك إيرن ويصلب اليد هذي بوف لكمة في الوجه من قوة اللكمة اللي هنا درعة اللي على ذا الجهة تحطم حين أطلعت منها رينر طبعا لما يكون متدرع تكون لكها ماتة بطيعة على عكس إيرن ما عنده دروع على جسمه كاملة يقاتل بحرية وسرعة أكبر بس مدرع دين عكا أن يقدر يخترق درع رينر فرينر رفع ياته ثانية بيضرب جدا إيرن موجه للأكمة الثانية بياته الثانية فجأت زي الكاونتر كذا لكمة رينر مرت ولكمة إيرن واجه رينر مرة ثانية اللي أريد يتحطم من الدرع إلى درجة أنه فك رينر مكسر قلت خلاص لك مصاروخية دمرتها جاك إيرن بوجه للأكمة الثالثة اللي المرض أنه تقلع راس عشان يطلع القبع عشان يقدر يشيله ويقتله رينر على طول حركة المعتادة ينزل ويمسك رجول إيرن عشان يطيح أرضه وفعلا قدر يسقط أرضا ولكن هالمرة إيرن متدرب أكثر ومستعد أكثر وعنده خبرة في القتال أكثر رفع رجل وكذا بالشلوت في وجه رينر طف كذا رمالحة بعيد عنه وفي هذه اللحظة بدأت الخيانة أو بدأت تاك تيم على قولاتهم جيلرد هجم من الخلف على إيرن وجاي مسرع ينقض على القبطة ينهش القبطة بالفك القوي حقا يأكل على طول ولكن هيهات هيهات إيرن حالين عنده ثلاث عمالقة في جسم صجلنا مو مستبيت من العملاق المؤسس حتى الآن ولكن عنده قدرات العملاق المهاجم مع قدرات العملاق المطرقة مع قدرة تصلف فيدينا اللي خذها من العلبة دي اللي كلاها في القبو في الموسم اللي طاف فالولد جاهز مستعد لك جاه من الخلف العمود الفقري حق إيرن كله كذا طلعت كذا منه النياب كذا كلها متوجع على جيلرد مرض أن تختارقها ولكن برضو جيلرد كان عنده صراعة حركة تفادها بكل سهولة ورفع يده وقال كلمة مهمة جدا أناس أجعلك تدفع الثمن لما فعلته في موطني مدينة لبرو الدمار اللي سويته وإنك خليتني كسارة بندق وخليتني أختي العملاق المطرقة يبقى أنه يسكر دهما كذا عشان يدمر الكرسال عقل العملاق المطرقة ويشرب دمها وياخد قدرة العملاق المطرقة فهذه اللحظة بعد ما تفادى الضربات اللي جاتا بدينة كذا سوى كسر كل الندوب أو الأسم اللي طلقها من ظهرها عليه في نفس اللحظة رينر استعادتها وازنة وجوها مسك وجه إيرن كذا علق واجه كذا مسكها بيدها وقال لأيرن أنت لا تشكر أي تهديد لوحدك لأنه ماسك واجهة منينة وقعد يدفها وقال إيرن قاعد يهجب عليه من الخلف بينهش رقبته مرة ثانية وقاعد رينر يهدد يقول لها استسلم يعني في داخله طبعا ما يسمعه يقول لها استسلم هذا أقصى ما يمكنك أن تصر إليه خلاص هزمناك ويجبون لك المشهد من داخل على العملاق نفس حق إيرن وعيونه كذا مولع بوف انطلاقة جديدة من النتوءات من الأرض هالمرة طف 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 اخترقت غيلرد واخترقت رينر وعلقتهم في الهواء مثل ما كان العملاق المطرقة معلق إيرن من قبل في الهواء في يوم يهجون على مدينة لبرو طبعا أنا مو متحسر على هالمباني اللي قاعدة تتكسر صراعا والله حرام يا جمد جاب المشهد على رينر وجهه متهشم ليزر قاعد يبني من جديد يحاول يصلح ومختارك بضربتين في جسمه غيلرد مختارك بضرب واحدة في كتفه ومتعلقينه إيرن في النصفة بتواقف يستعد قوته خلاص بيهجم من جديد وفي هذه اللحظة وصل فيلق الاستطلاع وكل واحد منهم شايل على يدينا رمح الرعد اللي المغرض أن يفجر عملاق المدرع والعملاق الفك لأن الفك عنده برضو زيد درع هنا على واجهه وكذا عند الفك حقه فبيكسرون يقول يالله هانا وقته يجوم ناظم ثابتين نحن نحمل أفضل سلاح ضدهم رواح الرعد اللي بيدمرهم وقابل لا يقربون وقابل حتى لا يصلون وأيرن واقف وكان المرضين بيهجم على الرينر حاليا ضربة كذا فيه مخ إيرن اخترقته من هنا وطلعت من هنا وطشرت مخها من هنا كبير طبعا تشرت مخ scale العملاق وليس مخ إيرن اللي موجود بالداخل في هذه اللحظة جاب المشهد على إلينا وأمبو بيكون وواحد ثارث بيام كلهم في رقة جنود المتطوعين قاعد يكولون ، نائي وشو؟ وشو هاده؟ ومهم صديقين وقاعدي يشوفون شي على السور شيabis يانشيا د Î وي جيبوا لكم المشهد علي إيريانه خارط قوه فعلا ومخه بده يصب دم وكل شي قاعد يطلع من المخه كده وطايح ثكي كدا من قوة الضربة ويجبون لكم المشهد على فوق السور العملاقة العربة بايك ومتمسكة من فوق الصور زي كذا ويوم أقول لكم في 6 نتوآت طالعة منها هذا الحدايدي اللي مورضة أن تثبتت في الأرض يعني تقلت في الأرض عشان تثبت ميزانية المدفع لنا حتى لو وطلق كذا ما تفقد التصويب تركيز في الأرض إذا جي تركز مدفع في الأرض وإنك تحط لقوائم كذا في الأرض فهي لما تقلت القوائم دي تمسك في الأرض وماكثر قاعد فوق المدفع وهي أمر جنود اللي هي للأربعة دي خمسة عبوا الذخير الثانية أحطوا الطلقة اللي بعدها بايك العملاق العربية تتكلم مع ماكثر تقول أنت فجرت مخة وخليت قدرات العملاق الجسدية حقته تخور مذهل مم صدقة من قوة الضرب حقته والتصويب شون جاب أخي في مخة أيها القائد ماكثر قال لي يا أخي زهلت أنا أقول لكم جنرال أنا جنرال ما قال كذا ومس قال جنرال أنا جنرال يا أخي لما تبتقولوا لي كماندر قائد قائد أنا جنرال أنا قائد الجيش كله وبعد يعلق وهو طبعا كان يحط عين على المنظار يعني كانوا مصوب المدفع تصويب مية بالمية على مخ أقرن كانت يقول من كان يتصور أن أفضل قناص موجود في الميرلي راح يترقى ويوصل إلى أعلى رتبة عسكرية اللي الجنرال القائد العام حق القوات العسكرية كلها صحيح صحيح قدرات جيش ميرلي هبطت يعني المفروض أن في واحد أفضل مني كتصويب يهو اللي يترقى هو اللي يصير مصوب هنا أنا الجنرال مرضني ما أنزل ساعة المعركة وقد أصوب في هذه اللحظة جابوا لك العملاق الفك قاعد يهضم بالفك حق النتوء اللي مخترق صادر يكسر عشان يقدر يتحرر وبنفس الوقت رينر قاعد يضرب في النتوء اللي عنده عشان يكسره عشان يقدر يتحرر برضه فيجيبوا لك جنود يستطلع قاعدين يتكلموا اللعنة العملاق المدرع والعملاق الفك على شك يتحررون أسرع و لازم يحجم عليه بسرعة أقوعة اللعنة العملاق يتحرروا مازال مرة موش الجنرال مغاثة لا هذا الجنود اللي طاحوا بالبرشوت و عبوا المدينة يمو قول لكم عندهم سنايبر كلوا عادينهم ماسك سنايبر قاعدين يطلقون على الجنود اللي موجودين هنا فانظروا أنهم فوق السطوح عدادهم قليل وهم بطئين جدا افتروا عليهم وحاولوا تقتلوهم عشان أنهم ثيرت جير مانوفر وذين ما عندهم عدة المناورة هذه السريعة فخاطرهم بنلف بسرعة و بنقتلهم و بعدين بنهجم على العملاق ما هم دام يقولون ذا الكلام الرشاشات من الملاطيط رشاشات قوية جدا من الملاطيط قاعدة تجد فيهم الرشاشات من فوق قل نصيم من تحت وين تنحاش وين تسوي شلون تفزحك إيرن؟ منعوا الفزع على إيرن نهائيا وقاعدين يطلقون على إيرن بمدفع صاروخي من فوق السور من مكان عالي بأفضل رجل مصوب الجنرال مغاثة ورينر وقيلر قاعدين هاجوون على إيرن في هجوم قريب جدا مننا يحاولون نحصرونه وغير أنهم مضاعفين إيرن بالطلقة اللي جات في مخة عشان القدرات الجسدية تضعف هجوم مضاعف جلد في إيرن جلد مطبيع فلهذا السبب فرقة المتطوعين اللي من بينهم إلينا قللون شلون؟ المفروض أن قاعدة العسكرية حق دولة ميرلي متدمرة بالكامل قياداتهم كلهم سقطوا موروض أنهم لم يتم سألون مثل الهجوم في أقل من شهر هناك أحد يسألني وقال لي كم مرة من فترة الهجوم على مدينة اللي برو قلت له تقريبا ثلاثة سبيع شهر ليس أكثر من شهر وطلع توقعي صحيح بالضب مرة ثلاثة سبيع أقل من شهر وبعد يعلق على ذا الحالة سيقتلون العملاق المؤسس سيقتلون إيرن يجبون لك إيرن أنت مختلف على البقية أنت مميز في هذه اللحظة جابوا لك العملاق الفك مردان يتحرر فعلا وجاء عند رقبة إيرن وخلاص بيعظى للمرة الثالثة أو الرابعة على العين كم مرة اللي يجي بيعظى ويجلد إيرن وعلى الرغم من أن إيرن راسه مفقوع مخم تفكك لأنه حس بقدومه من خلفه وللمرة الثانية أو الثالثة بوف نتوآت من الأرض انفجارية طلعت بس قيلرة هالمرة قدري تفاداها لأنه كان حاصل بيجي يشايفها قفز بسرعة تفاداها مخترقة شيء ولكن الجنرال ما قف عبت ذخيرة الثانية بوف بس هالمرة جات منها واطلعت من عينها فقعت العين يعني من الضربة الأولى منها الضربة الثانية منها من الخلف وطلعت من قدام فقع عين إيرن وما قف يعلق تعليق جدا جنوني ذكي يقول خلوه يستخدم قدرة العملاقة المطرقة رغم أنها قدرة قوية لأنها تستهلك بسرعة بيخلي قوتها تنهار بالكامل لا تنسون تضحية ويلي تايبار اللي هي أساس الهجوم المفاجأة هذا يعني تضحيته اللي اسمعت لنا نسوي الهجوم هذا لا تنسون أنه خاطر بحياته بس عشان يذكرنا أنه نحتاج بطل ثاني مثل هيليوس هذا بطل ميرلي السابق اللي أنقذ ميرلي قبل مئة سنة طبعا إيش العموبه اللي أنقذ فهي نحتاج بطل ثاني مغاثة طبعا مغاثة بطل سينقذ العالم إنه الجنرال مغاثة هذا الاعتقاد اللي يعد مغاثة طبعا وفي هذه اللحظةρέينر فعلا تحرر من النتوؤات Legend ويجاوب معا نتوء ضخم جدا ويطلق النتوؤات من الأرض ويخترق رينر في كتفه طيره لخرective ويكمل كلام رينر يقول احنا مقدر لنا الموت جميعاً في وضع سنوات يعني بعد سنة سنتين كلنا بنموت ماء ما قاومنا ماء ما حاولنا في النهاية كلنا بنموت ليش قاعد قاوم وفي هذه اللحظة يجيبون لك غيلرد قافز من فوق من منطقة علوية هاجم عليه من فوق على اساس انه خلاص ما يمديك يا ايرن تطلق علي نتوات من الارض اللي انا هاجم عليك من جهة علوية ولكن ايرن قاعد يقول له هاي هاتها يعت صار اخلا طبع لا يعدها دي مخروجها خلاص ما يا دا يتحكم ب بس ايدي عدلة فصل لي بدا ويفتر كده فره بوف لكما اسطورية في وجه العملاق الفك طيّره وخلاه يكسر ثلاثين اربعين بيت كفي كده يتقلب طف 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 طار طار بعيد يعني العملاق الفك خلاه خارج التخطيح ويجيك رينر حرر نفسه من جديد ويمسك ايرن ويقطه في الارض ثبتها في الارض وحط يده على رأس إيرن كذا ومثبتة في الأرض وظهرة في الأرض وخلاص متوجع لأرقبته وقعد يقول له وش بتحصل عليه لو عشت لفترة أطول من كذا إيرن أنا راح أنهي لك حياتك وريحك من هالعذاب ذا كلها خلاص خلني آكل رقبتك قاعد يقرب من رقبته خلاص وقاعد يقول له نام خلاص أنا بطاحتك في الأرض نام خلني آكلك ودائم وريح نفسك وجبولك المشهد على عين إيرن اللي تزال سليم هدي كهتطالع فيه بنظر على الوي يرفع يده العدلة اللي توها ركبها جيلرد العملاق الفك رفعها كده وحطها في ثم رينر ويفقع فكة كده كسرها شال وجهها يا جماعة الخير يعني أنت اللي تعضني الآن مسكر قبت كده وإيرن كان يصرخ وفجأة ورافع وجه رينر رينر طبعا إلى الآن ما مات ما تلقى ضرب ما تلقى بس رم أنه كسر لفكة مرة ثانية تقريبا ورافعها يعني ولا اللي بوف قذيفة في وجه رينر أنا وقت اللاي في ناكشن كنت أظن أنه ما قثى بالغلط طلق على رينر بس يوم دققت في الغذيفة القذيفة ما كانت صاروخية كده بينما كانت صخرية عبارة عن صخرة تفتتت في وجه رينر ومو بس ضربتها تفتت في وجه خلات رينر ينقلب قلبتين للخلف يوخر عن إيرن حتى إيرن قام والتفت وطلع وإلينا إلينا كده طار قلبها من الفرح إلينا وما قثى قعد يقول لقد وصل الفتا الأعجوب انه زيكي طبعًا زيكي كان على طول فوق السور و قاشع جزء من السور يعني كسر جزء من جدار السور الحجري عشان يشيي الحجرة في يده و هبده بها الرينر من فوق السور لأنه مصوب باسبول من الطراز الرفيع إذا انت عندي اتطلقات قال عندي لك كده صخور كده جدارده كده هالصخر اشيل كده و و و يقول يبدو انني قد وصلت في الوقت المناسب كما وعدتكم أو كما وعدتك يا إيرن على الرغم أن يبدو أني تأخرت قليلا لأن تأخيرك القليل بغيودي بإيرن ولكن إيرن كان صامل بوجه الثلاث عمالقة ومدهفع ومناطين والرشاشات وبدون أي دعم لوحدة عملاق لوحدة جلد رينر والفك وبايك لو أنها بس نازلة تاعت كانت جلدها ولكنها فوق الخسيسة ومرضي تنزل وآخر رسالة يوجهها زيك يقول لقد أبدعت بصمودك لوحدك يا أخي الصغير والآن دع الأمر لأخيك الكبير مدامني وصلت دع لأورا لي خلى الوضوح عندي وعلى كده ينتهي الفصل فصل حماسي إبداعي جنوني لم أندم ولا لحظة واحدة ما شفت السميلر الحمد لله بالعكس استمتعت وسويت live reaction ممتع جدا 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 وأنا شوف الفصل صراحة أعيد وأكد اللي ما شافت لأن طبع يقدر يشوفها على قناة live reaction شاء الله بحط رابطة مربع الوصف تحت طبعا وصول زيكي يعفس أوراق الميرلي فوق تحت ليش ثلاثمائة جندي شاربين النخاع الشوكي حق زيكي بصرخة واحدة من زيكي يطلع لك ثلاثمائة عملاق من المبنى كلهم يقدرون يدمرون الدنيا أساسا مو لازم حتى يعني حولهم من داخل المبنى يعطي إلينا أمر أطلقي صراحة مخليم يطلعون يتشرون في المدينة وأنا أصرخ وحولهم مستوى المدينة فهمت الفكرة ولا فهمت؟ يعني يقدر يسوي أشياء مجنونة غير أن أورادي عنده حركة البيسبل وفوق السور يمدي ينتف غيلارد يمدي ينتف رينر يمدي ينتف بايك اللي فوق أنوك ورامي واحدة كذا يطيرها ما تقدر تطلق مستعيد يقدر تطلق على إيرن وإيرن يحتاج بصراحة بسيطة وقت بسيط يرتاح فيه بيستعيد عفيته بالكامل وبيرجع يهجب من جديد والأمور كلها طيبة في حال نزل زيكي إلى ساحة المعركة ووصل عند إيرن ولامس إيرن وقدر إيرن يفعل قدرة العملاق المؤسس ويحرر العمالقة اللي داخل الجدران هذا كم بس سور شيغانشيا فيه ما لا يقل عن 200-300-500 عملاق سور شيغانشيا الحالة لو حررهم إيرن وإطلاقهم على الميرلي راحوا الميرلي وقدر يأمرهم يدخلون للبحر ويروحون حتى إلى ذف ويكون أكبر وأخطر انذار للعالم كله إن مقاطعة شيغانشيا أو عفواً جزيرة البراديس تمتلك السلاح الأسطوري اللي هو محطمين الأرض أو اللي يدكونوا الأرض فكل المطلوب حالياً بس زيكي لامس إيرن وينتهي الموضوع بكل بساطة وبكل سهولة بس هذا المطلوب ترى لأن إيرن إلى الآن لم يجهد 100% لا يزال بإمكانه استخدام قدرة العملاق المؤسس لو لامس زيكي طبعاً خصوصاً يعني بتكون بسيطة وسهلة عليها بس يأمر يعني مو بيطلع شيء من جسم حده بيتحكم ويأمر العمالقة ومو بس اللي داخل الجدران ممكن حتى يقدر يأمر العمالقة حقين زيكي فبيقدر يقلب زيكي دخول زيكي إلى الساعة يقلب المعركة 180 درجة نبقى عاد في المصيبة اللي هو أرمن أرمن بالعملاق الضخم حقه هل سيتم إطلاق أو يفزعوا إياهم هل بيقلب النعلة هل بيستغل الفرصة عشان يأخذ رابعة أو ينحاش ما تدري شي اللي بيصير يعني والله العظيم خلط الأوراق كلها كده يلعب فيه بزيكي بعدين كبوهم فصل الساحة طيب ايش بتسوي ما ندري ما ندري شي بيسوي ذا الكاثف المجنون كل اللي عارفه أنه قدامنا حبكة أسطورية وإحنا قاعدين ننتظر الفصل القادم على أحر من الجمر ودي والله أكمل في الانطباع ودي أصرف معكم أكثر بس صوتي راح ونشف حلجي 100% فأنا آسف جدا جدا زي ما قلت لكم وبنكمل في البث في يوم الأثنين اليوم إن شاء الله بنتكلم عن الفصل والانطباع والبث الأثنين القادم برضو بنتكلم أكثر وأكثر فأعتدر أعتدر مقدما أن الانطباعات في رمضان ما أقدر أسوي أكثر من كذا أنا آسف جدا جدا تحملون إن شاء الله للانطباع الجاي بيكون طبعا خلصته رمضان وإن شاء الله بنقدمه بأفضل طريقة ممكنة في الختام قولوا معاي سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله لا تستغفر كوتوب إليك لا تستغفروا الاشتراك بالقناة بالطلاق زرين وبضغط على زر الإعجاب والشير ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر